الحمد لله المنفرد بالدوام الباقي بعد فناء الأيام ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البارية وأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم أحبة في الله في أي مكان في أرض الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بحضراتكم في قناة الصحة والجمال وبرنامج هذا ديننا واليوم نعيش في هذه الدقائق المعدودة وهذه الزط التي أسأل الله أن تكون مباركة علينا جميعا مع موضوع في غاية الأهمية هذا الموضوع يشغل كثير من الناس وخصوصا في القرى وفي الأرياف وفي الصعيد وفي قرى مصر هذا الموضوع موضوع كرامة أو كرامات الأولياء بين الحقيقة والخرافات كرامات الأولياء من هو الولي؟ من هو الولي؟ وهل للولي كرامة؟ وهل هناك بعض الخرافات التي تحدث التي يعيش فيها كثير من الناس ويقولون هذا ما وجدنا عليه أباءنا نحن لقينا الأباء والأمهات يفعلون هذا ففعلنا مثل ما فعلوا وظننا أنهم على الحق وعلى الصواب تعالوا بنا لنتعرف على هذه القضية ونفتح هذا الملف الذي أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما يا رب العالمين بداية من هو الولي؟ من هو ولي الله؟ من اللي هو؟ أستطيع أن أقول عليه هذا ولي الله كلمة الولي كلمة الولي في اللغة معناها القريب كلمة الولي في اللغة معناها القريب وقيل النصير معنى الولي القريب والنصير ومعناه الحقيقي والإصطلاحي وهو الذي قربه الله سبحانه وتعالى لأنه فعل الطاعات وترك المنكرات وآمن بالله واتق الله سبحانه وتعالى ما الدليل على هذا المعنى؟ الدليل الذي قاله رب العالمين سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم يا رب؟ من هم الأولياء يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا نعم الذين آمنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون أي حققوا الإيمان إيه هو الإيمان؟ الإيمان ما صدق الإنسان فيه مع الله سبحانه وتعالى صدق في القول وصدق في القلب وصدقه العمل أي أن الإيمان بالله عز وجل عمل للقلب وعمل للجوارح ما معنى عمل القلب؟ عمل القلب هنا معناه الإخلاص أن يتخلق الإنسان بأخلاق القلوب الكريمة التي فيها نقاء وفيها إخلاص لله سبحانه وتعالى إيمان يعني عمل بالقلب وعمل الجوارح أي أن هذه الجوارح اللسان واليد والقدمان وكل الجوارح يستغلها الإنسان في طاعة ربه سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون أي حققوا التقوى لله سبحانه وتعالى ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الذي تستطيع أن تشير عليه وتقول هذا ولي لله هذا من أولياء الله الصالحين هو المؤمن الحق المصدق فعلا وقولا وعملا وهو الذي يفعل الصالحات ويترك المنكرات سيدنا الإمام الشفعي رحمه الله يقول مقولة عجيبة يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة يعني أنت لو شايف قدامك واحد بيمشي على المية لا تسارع وتقول هذا ولي من أولياء الله ده شوف الراجل ماشي على الماء الله أكبر هذا ولي أو يطير في الهواء فنقول هذا ولي هذا ولي من أولياء الله الصالحين انظر إلى الأمر الخارق للعادة انظر إلى هذا الأمر الذي نراه أمام عيننا ويفعل أشياء خارقة للعادة نعم الكرامة هي أمر خارق للعادة وأيضا الشياطين يفعلون أمورا خارقة للعادة يحكي لي صديق في مكان ما حدث أمرا أمام عينه يقول يا شيخ أنا شفت بعض الناس حينما مات ميت عندهم في هذه القرية مات الميت وإذا بهم يكبرون ويهللون ويزغرطون ويضربون على الدفوف فرح ليه لماذا فعلوا ذلك فعلوا ذلك لأن النعش بتاع الميت بيطير النعش يطير فالناس اعتقدوا على ما علموا به سابقا وما تربوا عليه من أبائهم وأجدادهم أن من يفعل هذا أن نعش به ويطير بالميت فهذا ولي من أولياء الله الصالحين ولا بد أن نصنع له مقاما ونفعل كذا ونفعل كذا طيب تعالى لنوضح هذا الأمر الشيخ وحيد بالي يحكي قصة عن أن إمام مسجد صنع أمام عينه هذا الأمر أن نعشه وبدأ يطير قال للناس انتظروا فظن الناس أنه هو هيأمل بقى إيه وهيفعل مثل ما يفعله من التهليل والتكبير وما شابه ذلك قال واختار أربعة أو ثلاثة من أهل السنة ناس عندهم التوحيد صحيح فقال لهم احملوا أنتم النعش معي وقرأوا آية الكرسي وإن شاء الله لن يطير النعش وإذا بهم يفعلوا كل واحد من أهل السنة دون الذين تربوا على التوحيد الصحيح لله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد الصمد الذي يلجأ إليه عند الشدائد لا يلجأ إلى غيره هو الصمد المقصود بالحوائج هو وحده سبحانه وتعالى وإذا بهم يحملون النعش بعد أن كان يطير بالناس ويجري هنا ويجري هنا ويجري هناك إذا بهم يفعلون كما أمرهم الشيخ وهم يقرؤون آية الكرسي عندما تقرأ آية الكرسي يفر الشياطين وتفر الشياطين وإذا بهم يحملون النعش ويمشون والنعش عليه السكينة لا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يجري ولا يستطيع أن يطير ولا يفعل أي شل ماذا فعل هذا الرجل وهذا الإمام قرأ آية الكرسي بيقين في الله عز وجل طيب ما الذي جعل النعش يطير اللي بيخلي النعش ده يطير احنا بنشوف قدام عينينا والناس بتشوف أمر عجيب فالناس العوام يصدقون أن هذا ولي من أولياء الله وأن ما يفعل به هي كرامة له أكرمه الله بها وأجراها الله عليه بعد موته حتى يتعظ به الناس وحتى يكرموه الناس بعد موته أقول ما يفعل هذا بالنعش هم الشياطين لماذا؟ لماذا يفعل الشياطين بهذه النعوش والشيطان كما أخبر عنه رب العزة سبحانه وتعالى هو يراكم هو قبيله منحيس لا ترونه هو شايفين احنا بنشايفين يفعل بعض الأمور ليفسد على الناس عقائدهم هو الشيطان عايز يعمل عايز يفسد عقيدة الإنسان عقيدة لا إله إلا الله وأن النافع والدار هو الله وأن الله سبحانه وتعالى يوالي الصالحين ولا يوالي غيرهم سبحانه وتعالى فهو يفعل هذا الأمر ليفسد على الناس عقائدهم يفعل هذا الأمر ليلبس على الناس في دينهم فينظر الناس إلى الخرافات ولك أن تنظر أخي في الله لك أن تنظر إلى الغرب وهم ينظرون إلينا في موقف مثل هذا الناس في الغرب بتضحك علينا لماذا؟ لأننا نجري وراء خرافات ما أنزل الله بها من سلطان نجري وراء كذيب نجري وراء إفق عظيم وهم يتعلمون ويزاكرون ويبحثون ويقدمون الأبحاث ويتقنون في أعمالهم فيتقدموا ونحن نجري وراء الخرافات ألا نتق الله؟ ألا نتعلم ديننا الصحيح؟ نتعلم ديننا الصحيح الذي تبرأ من كل خرافة والذي تبرأ من كل كذب لذلك لا بد لنا أن ننظر لهذا الولي وكنا عرفنا الولي بأنه القريب والنصير ويقول علماؤنا أعظم كرامة لزوم الاستقامة أعظم كرامة للإنسان في هذه الدنيا أن يستقيم على شرع الله أن يجده الله حيث أمره وأن يفتقده حيث نهاه هذه هي التقوى وهذا هو الولي طيب بعض الناس يتساءل ويقول هل هناك أولياء؟ فعلا نعم هناك أولياء طيب ما هي صفات هذه الولاية؟ وما صفات الأولياء؟ أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذين أمنوا وكانوا يتقون أتقوى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى وصف الأولياء بأنهم عباد الرحمن فقال جل ذكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون عندهم تواضع يمشون في تواضع وسكينة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة حينما يجهل عليهم الجاهلون حينما يجهل عليهم السفهاء يقولون قولا يسلمون فيه من الإثم حينما يغضبون لا يقولون كلاما وينكرون أمرا معلوم من الدين بالدرورة حينما يغضبون يقولون كلاما يسلمون فيه من الإثم والذنب والمعصية يتحملون السفهاء يتحملون الجهلاء هذه صفات الولي صفات الولي أنه متواضع وليس متكبرا عن الناس بعلمه أو بكراماته التي يراها الناس لا من صفات الأولياء أنهم متواضعون أنهم متواضعون لله سبحانه وتعالى وقف الجناحك للمؤمنين من صفات الأولياء أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما من صفات الأولياء الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كيف تكون وليا لله وليس لك نصيبا من قيام الليل فهو دأب الصالحين قبلكم ومكفرة للذنوب والمعاصي كما أخبر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من صفات الأولياء يبيتون لله سجدا وقياما من صفات أولياء الله الصالحين الذين عندهم وجل وخوف يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة عندهم خوف أن لا يقبل منهم ليس عندهم كبر يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما من صفات الأولياء أولياء الله الصالحين عندهم اعتدال في الإنفاق لهم بخلاء ولهم مسرفين مبدرين ولهم مبدرون ومصرفون والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما من صفات الأولياء أنهم ليسوا معصومين من صفات الأولياء أنهم ليسوا معصومين كما قال بعض الجهلاء أن الولي معصوم ولا يخطأ أبدا أقول من صفات الأولياء أنه يخطئ ويصيب وأنه يقع في بعض الأمور وبعض المعاصي أحيانا ولكن دأبه وديدنه أنه تواب رجاع ينوب ويرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وليس معصوما قالت المعتزلة ناكرة للولاية والكرامة وهذا أمر فيه خطأ كبير وقالت بعض الفرق وغالوا وكذبوا أن الولاية وصاحب الولاية معصوم وأهل السنة كانوا وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء أنهم ليس عندهم كذب وافتراء ويعلمون أن الكرامة تختلف عن المعجزة ويقولون أن هناك كرامات لأولياء الله الصالحين لا يطلبوها بل هي فضل من الله سبحانه وتعالى وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ورب أشعس أخبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وقال ألا أخبركم بخياركم قلنا بلى يا رسول الله قال خياركم رب أشعس خياركم إذا رؤوا ذكر الله خيار الناس وهذا هو الولي الصالح لما تشوف تذكر ربنا يا الله شوف إنسان كده على تقه وعلى نور من الله سبحانه وتعالى الحسن البصري رحمه الله يقول حينما سألوه ما لنا يا إمام نرى أهل الليل وأصحاب الليل نسل بيقيم الليل على وجوهه النور فقال ذلك قوم خلوا بالرحمن فألبسهم الله نورا من نوره الولي طرى على وجهه نور لماذا؟ لأنه كان مقيم الليل لماذا؟ لأنه أدى الفرائض لماذا؟ لأنه أدى النوافل لماذا؟ لأنه كان حليما لا يعضب إلا إذا انتهكت حرمات الله لأنه صاحب خلق رفيع لأنه يتعامل مع الناس بأخلاق حميدة لماذا؟ لأنه جواد كريم ينفق في سبيل الله ويدخل الصرور على الفقراء والمسكين هذا هو الولي وليس غيره الولي إذا رؤى هذا الولي هذا الرجل الصالح ذكرت الله تجد النسح عندما تراه يذكرون ويتذكرون الله سبحانه وتعالى ورب أشعس أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره إنسان ربما لا تعتقد أنه ولي يمشي بين الناس وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كم من ضعيف متضاعف كم من ضعيف استخدم النبي صلى الله عليه وسلم كم الخبرية التي تدل على الكثرة ما معنى هذا؟ أي أنه ربما لا تعلمه ويمشي معك ويسلم عليك ويأكل معك ويجاورك ويعمل معك وهو ولي ولا تعرفه أخفى عمله عن الناس ذلك هم الأخفياء ذلكم هم الأتقياء ذلكم هم الأولياء ذلكم هم الصالحون الذين يختفون بأعمالهم ولا يضغلونها للناس هؤلاء لا يريدون الناس يقولون عنهم أنهم أولياء ولا يتمسحون بهم بل هؤلاء يختفوا بأعمالهم والنبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء فقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا حينما يذكر ربه بينه وبين نفسه لا يريد أن يراه أحد تجد الدموع طفيض وتجري هذه الدموع لماذا؟ لأنه يخشى الله سبحانه وتعالى الأولياء هم الذين يخشون ربهم في السر والعلم الأولياء لهم كرامات عند الله لا ننكرها هذه الكرامات أمور ربما تكون خارقة للعادة أمور يأتيها الله إليهم بفضله ومنه وكرمه تأييدا وكرامة لهم ولا ننكر هذا لا ننكر أن للأولياء كرامة عند الله سبحانه وتعالى وهم لا يطلبون هذه الكرامة ولكن كيف تأتي الكرامة؟ تأتي الكرامة كما أخبر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم معنا اتصال الأستاذة نادية السلام عليكم ورحمة الله يجد الله تقاكم والخير أعطاكم من النار وقاكم وقعل الفردسي مرواك إن شاء الله أنتم كل من السمعين يا رب اللهم أمين اللهم أمين بارك الله فيكم وإياكم ولكم بمث ما دعوتم لنا جزاكم الله خيرا الله يخليك لحدتك سؤالين تفضلي السؤال لا السؤال الأول يعني مثلا أنا عندي أكثر من متوفي يعني والدي والديتي وليا أخين وكده ربنا يضحهم أيوة أكمل تفضلي اه تفضلي أنا عندي أكثر من يعني ورق آيات القرآن يعني متهالكة متهالكة يعني مش آه وأكثر من اللي هي جلد كارتونيتي النتيجة برضو على آيات القرآن أتخلص منهم حضرتك إزاي التخلص من آيات القرآن اللي هي اللي هي متهالكة آه متهالكة آية وفي حاجة لو حضرتك بسي نظم على حضرتك كنت بتتكلم عن الأولية حضرتك معي نعم نعم فأنتفضل اه طيب أنا في بعض أنا مش بعمل يعني في نسبة بسيطة جدا أنا قدامي مثل في اللي حضرتك بتتكلم عليه ده حج وصلة وقرآن وكل ده حضرتك ومع جالك بيحضوا حق إن مش حقهم وبيجيبوا بتاع الأشهود يور وحلفوا إن هم الحق ده حقهم وهم مش حقهم إيه رأي حضرتك في الحكاية دي يعني حضرتك دي برضو أجيب حضرتك عليها إن شاء الله طيب أشكرك ربنا يبارك فيك يا ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا الأستاذة نادية السؤال الأول الصدقة وإنها ممكن تشرك يعني مجموعة في صدقة معينة يجوز أولا إنك أنت مثلا أطلع عشر جنيهات مثلا دي على روح من فلان وفلان وفلان وبأنها في القلب وتخرج هذه الأموال بنية إشراكهم كلهم وتشرك نفسك معهم في الثواب لا حرج في ذلك لكن بعض الناس يقول أنا أحب أن أفضل أبي عن غيره معانا الأستاذة دونيا السلام عليكم السلام عليكم أستاذة دونيا تفضلي معاي سؤالي أتفضلي يا فانتم ألو تفضلي يا فانتم وسمعينا من التليفون سؤالي أقولي حديثك الأسئلة على طريق أنا أسمع أنا أول سؤال يعني سواها نهو ربنا يقول يدعوني يدعوني أولا لا بيقول إيه؟ إدعوني 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 لا لكم لا لا مش سامح حيثك كويس ربنا بيقول إيه؟ يقول إدعوني أستجب لكم تمام يعني وانا عندي خاصة من الظلم ربنا كبير أنا عن دعاك كبير ربنا ما تدعوني ليه؟ الدعا مش بيستجاب يعني يعني تبتدع ربنا كتير وربنا لا يستجيب لك الدعاء شكرا طيب هي بتكلم إن ربنا قال إدعوني أستجب لكم حاضر إن شاء الله نجيبك بإذن الله ونقولك إن شاء الله شروط استجابة الدعاء وفضل الدعاء إن شاء الله الأستاذة نادية بتقول الإشراك في الصدقة يجوز ممكن أنت تشركيه بالتساوي ما فيش مشكلة أنا بطلع الفلوس عشان خاطر يعني تسهيلا لك ممكن تشركي كل من تحبين أن تشركيه معك في الصدقة لا حرجة في ذلك لكن لو حبيت تفضلي الأب مثلا الأب له النصف والباقي مشاركة مع الباقين ما فيش مشكلة برضو إن شاء الله وربنا يتقبل مني ومنك صالح الأعمال أم زياد السلام عليكم عليكم السلام معلش تبونك ناسا لسوا أعد فضلي يا فن فضل كان فيه من بس الكلام ده من 15 سنة حد كان يديني أمانة طلوس أراضيها للجامع معين في مكان معين أه بس أنا عدل بقتي ففرت في حتة غير الحتة خالص أه فمش عارسة بطراحة أروحي المكان طيب أنت المكان اللي أنت فيه اللي هو المحدد بالمبلغ اللي طالح فيه الجامع للصدقة هل ليك أهل هناك؟ لا حد تعرفيه؟ لا الأمر فيه صعوبة عليك؟ أو يعني الأمر فيه صعوبة؟ أو طيب حاضر أجيبك إن شاء الله شكرا الأستاذها نادية بتتكلم عن التخلص من الآيات المتهالكة صفحات المصحف المقطعة أو الكلام ده كله أو آيات الكرآن أو جزء من المصحف وخلاص أنت مش هتستعمله كيف أتخلص أو كيف أفعله مع هذه الأوراق التي فيها الذكر الحكيم أقول نقوم في مكان بحرق هذه الأوراق ثم في مكان بعيد ونتفن المتهالك من الحرق الرمادة نتفنه في مكان في مكان بعيد عن النجاسات أو بعيد عن الأخدام أو بعيد عن أنه يهان هذا الكلام لأنه كلام الله سبحانه وتعالى يبقى أن نقوم بالحرق ودفن المحروق اللي هو الرمادة في مكان بعيد الاستاذ علي السلام عليكم الله يكرمك الله يكرمك حاج علي الله يبارك فيك الحاج علي أخوي الكبير وهو اللي مربيني ربنا يبارك في عمرك الله يكرمك حاج يعني انت لك فضل علي كبير يعني ربنا يبارك لك هل عندك سؤال ايوه سؤال بالضبط الست اللي بتصلي في البيت بتصلي في البيت في الوقات اللي هي جهرية اه في الصلاة الجهرية ايوه يعني صوتها يعلى ولا برضو اه ترفع صوتها ولا لا ايوه هو ترفع صوتها تسمع نفسها يعني متعليش سوتها اوي يعني تسمع نفسها يعني ممكن تتكلم وتقرأ القرآن وتسمع نفسها ان شاء الله هي اي سؤال تاني حاج علي ربنا وراء الإمام لا وراء الإمام لا الرجل ولا المرأة يرفع صوته يعني وراء الإمام هي مؤتمة بإمام حيثك أنت مثلا الإمام وهي وراء لا ما ترفعش لصوته لا 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 ما صوتها من علاج لا لا هي حتى لو الإمام أخطأ وما فيش رجال ترده هي أخطأ مثلا أنه حصل عنده ساهو مثلا هي لا تتكلم لكن الرجال يقولوا سبحان الله يذكرون الله فيذكرون الإمام هي تصفق على يديها هكذا ولكن لا تتكلم بالنسبة لرفع الصوت لا يجوز لها أن ترفع صوتها والله أعلى معانا كان في سؤال أني هي تتكلم على الناس الأستاذة نادية برضو قالت أن في حد بيصلي وبزكي وبيفعل خيرات ولكن له يأكل حقوق الناس ويجيب ناس ويشهدون شهادة الزور أقول النبي صلى الله عليه وسلم له حديث عظيم يقول أصحابه أتدرون من المفلس؟ فيقولون المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع المفلس اللي ما معاش فلوس قال المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال عنده حسنات كبال بيصلي بيصوم ويحج ويفعل الخيرات ولكنه يأتي وقد ظلم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وقتل هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله لا تقلق يا أختي الحقوق لا تضيع عند الله ولا تظلمون فتيلة وشهادة الزور من أكبر الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور فقال الصحابة قلنا ليته سكت من التخويف من هذه الفعلة وهذه الكبيرة شهادة الزور فالحساب يوم القيامة لا تقلقي الحساب بالحسنات يأخذ من حسناته هذه التي فعلها فهو يفعل حسنات لغيره لماذا؟ لأنه يأكل حقوق الناس ولا يضيع عند الله شيء فأبشري يا أختي أنه لا يضيع عند الله شيء معانا الأستاذة دنيا تكلم عن الدعاء وإن هي بتدعي ربنا تتير وربما لا يتحقق ما تدعو به لله عز وجل أقول أحوالنا مع الدعاء في ثلاثة أمور الأمر الأول الاستجابة الفورية أو تتأخر ولكنه سبحانه هو يستجيب إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدائي إذا دعا الأمر الثاني مع الدعاء أن يرفع الله عنك من البلاء مثل الدعاء بمعنى المصيبة تنزل من السماء بقدر الله في بوعد كذا وأنت تدعو الله والله لا يستجيب لك هذا الدعاء الذي لا يستجاب لك يأخذ هذه المصيبة أو هذا البلاء ويرتفع به ولا يقع عليك فأنت مستفيد دعائك ما استجيبش ولكنك في إفادة عظيمة جدا أن الله سبحانه وتعالى رفع عنك من البلاء مثل الدعاء فكلما كان دعائك قويا فيه يقين في الله عز وجل ادعو الله وأنتم مقنون بالإجابة الأمر الثالث إنك تأتي يوم القيامة أو تأتي يا أختي أستاذ دنيا وعندك جبال من الحسنات تقول يا رب ما فعلت هذا فيذكرك الملك سبحانه وتعالى كنت دعوتي يوم كذا ولم أستجب لك أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخره له يوم القيامة الصحابة كثير منهم كان يقول يا رب لا تستجب والدخل لدعواتي لك عندك يوم القيامة لماذا؟ لأننا في يوم القيامة نحتاج إلى الحسنة حسنة واحدة وربما هذه الحسنة تكون سببا في دخولك الجنة فالإدخار للدعاء لذلك لا نخفل عن الدعاء في كل وقت وفي كل حين لماذا؟ لأننا في إفادة عظيمة جدا تقع علينا إذا دعونا الله سبحانه وتعالى ومن لم يدعو الله يغضب علينا الأستاذ هبة السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة حضرتك على حاجة اتفضلي أنا كان بابايا الله يرحمه إحنا ست بنات وكان سيدنا ورثة فأنا كانت مامتي ماتت بعضي فأهل مامتي دومت تقريبا التوم لا سواني يا سوزة هبة أنت كنت ست بنات وسيبلكوا إيه؟ وسيبنا ورثة يعني أه ورثة كمان وبعدين أنا وعمتي كانت ماتت بس عمي كان لسه عايز ما كانش توفى يعني فإحنا لما كلمناه إحنا بيعنا حاجة منها فهم قالوا إحنا مسامحينكم مين اللي قالوا؟ اللي هوي عمتي وعمي وعمتك قالوا إن إحنا مسامحينكم في الميراس هم ليهم في الميراس وقالوا إحنا مسامحين أه يعني هو عمي مات بعد بابايا وهو كده يورث بابايا أه طبعا ليه في الورثة؟ طب دلوقتي هو مات ولاده يورثه يورثه مال عمك؟ مال عمي فورث بابايا اللي هو فورث بابايا ما هي المشكلة بقى لما أنتوا قلتوا لعمك وعمتك سامحوني هل خدتوا منهم وراء بالتنازل عن الميراس؟ لا ما خدتوش وراء طب هل في شهود إنهم شهدوا إن عمك سامح؟ أيوا عمي أبدوس اوه أنا عمي قالينا إنا هو سامح بس كان فيه حاجات لبابايا هو طلب فيها لكن فيه حاجة هو ما تكلمش عليه يعني فيه شقة وما تكلمش عليه اللي ما تكلمش عليه اللي ما تكلمش عليه دا دا خلاص دا ليه ورث فيه لكن اللي تكلم عليه وفيه شهود عليه يبقى كده خلاص الشهود دول بيروحوا لولاد عمك وقولولهم هو سامح طيب هم ماردوش بقى هم يتحملوا الزمب عند الله عز وجل بس هم قانوناً ليهم طب هم دلوقتي أولاد عمي وعمي ميت يورسوا في حاجة بابايا لا القرص هم لا ما يورسوش في وجود الأب أبوهم موجود هو الوارث لكن هم ما يورسوش طب باباهم متوفي يورسوش هم عدلوقتي هيطلبوا قانونا بمال أبوهم في مراس أخيه أنا عايز بس تبقى فيه جلسة يا أختي سؤال زهيبة جلسة عرفية وتجيبوا ناس وتجيبوا أمام المسجد وتقعدوا وتحاولوا تحل الأمر ده لأنه فيه صلة أرحام حتى لا تخطع الأرحام يعني وربنا يبارك طيب الأستاذة منا السلام عليكم السلام عليكم زي كيف وضلت الشيء يا مرحبا أهلا وسهلا ربنا يبارك لك يا رب ويديك الشحة والعمر ربنا يحفظك يا رب وتعجب الله حضرتك يعني أنا أهل جزء زلموني ظلم جامد وسرقوني فأنا دايما بحسب عليهم فأنا كده غلطانة وساعتها جد سرقتهم لإني السرقة اللي سرقتها كتيرة سرقوني سرقة كتير يعني حاجات كتير يعني كنتش إيب دي وتعين طيب 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 بتكلم على الأستاذ دينا والدعاء وفصرنا هذا الأمر وأن الدعاء لا يغفل عليه الإنسان بالليل والنهار في كل وقت عدوا الله وأنتم موكننا بالإجابة أم زياد كانت اتكلمت علي أن من 15 سنة حد ادها أمانة وكان يجب يا أم زياد عدم التأخير يعني في الوقت اللي انت خدت فيه الأمانة كان يجب عليك إخراجها في المكان اللي هي قالت لك عليه فيه كان يجب عليك ذلك ولكن الأمر دلوقتي بأصبح فيه صعوبة نحاول نكتهد نكتهد في إخراج هذه الأمانة لهذا المسجد بمعنى إن أنا هتصل بناس معرفة ممكن يخدموني أقول لهم تروحوا المكان ده وترسلوا هذه المبالغ أو تذهبوا إلى المسجد الفلاني في المكان الفلاني وتبعثوا لهم معلش عشان أنت تأخرت ترسل لهم المواصلات والفلوس والأجر اللي هم ممكن يقوموا بهذا العمل من أجله ويرسلوا الأمانة إلى المكان الذي حُددت فيه هذا والله أعلم الحج علي كان نتكلم عن رفع الصوت للمرأة لا يجوز في الصلاة الأستاذ هبة كانت تتكلمت عن الميراس وكنا وضحنا لها في المكالمة الأستاذة مننا نختنا مننا بتتكلم إن أهل جزها ظلموها أقول الظلم ظلمات اليوم القيامة ولسه من قليل كنا نتحدث أن الله لا تضيع عنده الحقوق أعلمي يقيناً أنت مظلومة ولك مال هذا المال سوف تأخذيه كله حسنات يوم القيامة ولكن لا يضيع حق وراءه مطالب يعني حاولي تبحث عن أحد من الناس يحاول أن يقنع هؤلاء الناس أنهم يردوا لك الحقوق وتسعي وتسعينا إذا كان هناك محاكم أو قضاء وترفعي وتختاري محامي يكون جيد وتحاولي بكل الطرق أن تأخذي حقك طيب فشلتي في ذلك استعواضي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وكلي الأمر لله سبحانه وتعالى أم نورة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزيك حدثت فيها يا مرحبا أم نورة ربنا يكرمك فضلي لو سمحت أنا عندي سؤال يعني كان معي ورائي اللي وتوفى ربنا يرحمه يا رب عنده كم سنة لا عنده سباح شغور إن شاء الله ينتظرك على باب الجنة إن شاء الله إن شاء الله فضلي يعني عما أتكلم عليها يعني على طول عما أقول أهلو كان جائد لو كان 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 كديس لا ده شغل يا مرحبا ده شغل شيطان الشيطان عايز يحزنك يبدأ يفكرك بالمصيبة ده لو قاعد وبقى راجل وبقى نفتخر بيه ويشوف بقى لما يكون معايا ولد والناس بتستنى الولد ويبدأ الشيطان يشغلك تبقى تخش الصلاة ما تعرفش تصلي تعملي أكل مش عارفة تعملي كل تصحي من نوم مش عارفة تنامي يعني كل أمور حياتك هتقلب بسبب هذا الأمر أقول لك هذا أمر من أمور الشيطان وتلبيس إبليس العلماء يقولون هذا تلبيس إبليسي يجيب لك حاجة كويسة ويذكرك بيها ويبدأ يشغلك بيها فإذا وجدت هذا الأمر وهذا التفكير استعيذي بالله من الشيطان الرجيم اشغلي نفسك بأمر تاني أقول الحمد لله كان ممكن يكون ولد فاسد ويسبب لنا مشاكل كان ممكن ولد يخليك تفتني في دينك فإنما أموالكم وأولادكم فتنة فاحضروهم الإنسان يحضر هذه الفتنة فأن يقول الحمد لله ولا يقول له فإنها تفتح عمل الشيطان نقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النور أم منا الظلم اللي انت الظلمتي الأستاذة منا لا يضيع عند الله شيء والحساب يوم القيامة بالحسنات خلي بالك كل مظلمة سوف تقتصين بهذه المظلمة حسنات يوم القيامة فلا تحزني موضوع انك انت بتقولي حسبي الله ونعم الوكيل يابوز للإنسان المظلوم أن يدعو الله عز وجل بس انت لو هذا الدعاء انت بتحسبني عليهم ومعنى حسبي الله ونعم الوكيل مش معناها دعاء على الناس ولكن النية لو كان الدعاء طيب إيه اللي بيحصل لو الله سبحانه وتعالى انتقم من هؤلاء انت خدت حقك في الدنيا ليه لانت دعيت عليهم طب إيه اللي عمله استعود واستخلف هذا الأمر لله سبحانه وتعالى اقول يا رب اخلف علي يا رب عوض علي هذه الأموال بالحلال وأجرني بهذه المصيبة يوم القيامة انك تقتص منهم يوم القيامة حسنة طيب أجيب سرتهم لا ما جيبش سرتهم ليه لاني انت مع الوقت هتختبيهم ممكن تقولي انهم ظلموني ما فيش مشكلة لا يحب الله الجهرة معنى أم يوسف يا حضرتك السلام عليكم السلام ورحمة الله وإهلاء المصيبة فضبالي يا حضرتك يا شيخ الله يبارك فيك يا رب فضبالي حضرتك يا ربي يبارك لك بس أنا عندي مشكلة مع والدي اللي يرحمه وتعباني جدا ومعزباني أنا والدي كان عندي ظرف ديئة كده في بيتي من حوالي 12-14 سنة فسعيدني ببلاغ 4-000 جنيه المهم جي بعد كده يا والدي دوة تدتوني ولا سلف قال لي لا يا بنت ده مني ليكي تمام بعد الوقت دوت بحوالي 8 سنين كان ربنا فرجح علي وجي جوز اخويا فكان معي مبلغ 10 تلاف خدوا مني على السلف ان هو يردهولي اه يعتبر انا اللي اسست شقة اخويا من عفش وكله وبيعت دهب كان معي فوق العشر تلاف دول كل اللي حلت اديته لاخويا ده اخواتك شاهدين على جنب اخواتي شاهدين واختي تعبنة جدا بسبب الحوار دوت قولي انا لو زريفي مسامحة انا كنت اديتك الفلوس دي اختي تعبنة جدا تمام فجيت دلوقتي بطالب اخويا هو توفى دلوقتي بقاله 3 سنين من اول وما توفى انا ماخدتش موصل ليش من الفلوس دي غير 5 ثلاث اه انت لكي 5 يعني لا ليه 11 انا مدياله 11800 اه فجيب بكلم اخويا قال لي لأ ابوكي قبل ما يموت قال انا ليه عندها 4 ثلاث اه اخسمهم منها وطولوا والله هم مش في زمتي ده هو الدهوم لي ليه انا اه راح قال لي لأ هو قال كده يا حبيبي ازاي ده شق عيالي انا عيالي اليوم في الفلوس ديت انا وعيالي كنا بنشتغل عشان نكمل الاشي ده هم راح قال لي انا ما يلزمنيش هو ابوكي قال ما لهاش المبلغ اللي لحضرتك دلوقتي كام خمس ثلاث جنيه خمس ثلاث جنيه تمام اه طيب اجيبك ان شاء الله حاضر مش هيش شكرا ربنا يباري فيك معنا اتصال السلام عليكم ايوه ايوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا لو سماء ايو كنت اهلا بيك يا شيخنا كنت عادة اتصر عن شي يعني اه اتفضل تحت امرك اه انا في اه رجلي يعني شاهدته وكان رجلي يقال من الصالحين كل حاجة وتنبأ الشخص يوصل للمجيح بتاعه بعد 30 اربعين سنة للدول الاوروبية طيب هي الدول العربية لا معلش الجزء الاول انا ما اسمحتوش كويس اه معلش عيدي سؤال عيدي سؤال معدي ازاق اه رجل من الصالحين اه رجل من الصالحين اه رجل من الصالحين اه رجل من الصالحين طلوعا في الجبل وتنبأ الشخص يوصل للدول الاوروبية ثم الدول العربية هو تنبأ بايه؟ ان هيوصل للمجيح بتاعه للدول الاوروبية والدول العربية بعد كده اه فوصل صحي للدول الاوروبية بعد 30 اربعين سنة وكتب اللغة العلوقية علاج مرض معين وولده للتكاترة قال الدو دا يصلنا في المانيا هل ديه كرام تولياء اولا معاشر الجن يقدر يعرف المثبت بعد طيب الشخص ده كان مطيعا لله سبحانه وتعالى الله هو نفسه على خير كان يعمل صرفه حاجات كثيرة بيصلي في المسجد بيصلي في المسجد كان بيصلي كل حاجة وديه محبين وديه مريدين من الزكاترة وشيخ الأزهر وشيخ الأزهر وشيخ الأزهر أجيبك إن شاء الله فضل شكرا طيب المشكلة بتاع أم يوسف موضوع الفلوس الأربع تلاف جنيه اللي عطاها لك الوالد لابد إنه كان يدي لكل واحد من إخواتك أربع تلاف جنيه لازم يعني بالتساوي وليس للذكر مثل حظ الأنسان إذا كانت فيه هبة للأب وهيدي هبة لأولاده ويعطيهم عطية لازم أن يسوي لابد أن يسوي بينهم طيب هو أبوكي قال الأربع تلاف ده دين خلاص يبقى خلاص بقى دين هو لو كان لو كان الأربع تلاف دي ما كلمش حد عليها والدهالي خلاص الأمر الثاني إنه ما ينفعش برضو أخوكي يقولي الأربع تلاف دي أنا هاخد هنا لا الأربع تلاف دي مراس لو كانت لو كانت دي سلف وأبوكي قال إن الفيوز دي سلف يبدأ مراس طيب الخمس تلاف أخوكي مش عايز يتفهم برضو هقولك إن الحساب يوم القيامة بالحسنات ومعليش استعواضي ربنا سبحانه وتعالى دي سلة رحم نقطع سلة الرحم عشان خمس تلاف جنيه ولا عشر تلاف جنيه ولا مليون جنيه لا نحاول إن شاء الله نهدى ونقول يا رب اخلف علينا وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخلف علينا عايزة تحل الموضوع والموضوع في قلبك وعمل فيه حسزية وفيه في قلبك أمر يبقى نقول لبعض الناس اللي بتجلس بين الناس جلسة كده عرفية ونأتي بهؤلاء الذين كانوا شهود على هذا الأمر والناس تقضي بينكم والناس أم نورة السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يعني لي سؤال عن بحث إحنا حضرتك تلوقتي بنات أرواب عن بنات الوارد والبن وطلسين لا أهل أبويا ولا أهل لأمي يعني عارف اللي هو الدنيا لا هي الدنيا خالص وحاش بيسأل فينا نهائي إحنا كده كده مننا فلحيتا كل واحدة فيهم في بيتها بس قد دي كلاني سلة الرحم هما ما بيسألوش أنا لو ما سألتش علي وزر وهنا ما علياش وزر دي حاجة الحاجة الثانية آآ أنا إحنا إحنا وقدر حضرتك أربعة حل ثلاثة من جاوزين في بنت فهي قاعدة شوية معي وشوية معاقصة كبيرة يعني أهلا ما بيننا تمام؟ الحمد لله ربنا كرمها وتخطبت ومفروض إنها تدخل بعد العيد إحنا جاهزناها بس يعني إحنا تعيبنا خالص ربنا وحدة يا لما إحنا لقد إيه جاهز البنات قد إيه مدعب وإحنا جاهزناها ربنا جاهزت أفير يا رب إحنا فضلات اللجة وبتجاج أنا معيش أجهزهم فأنا قلت اتصل لعل لو عسلني كنت حد ثماني يقدر أجيبهم لها هي بنتي أتيم أبو أمو محتاجة بس وإحنا ما عندهاش أخوة لك حتى أنا مش محتاجة حاجة للبتجاجة والبتجاجة طيب حياتك سيبي برضو الرقم في الكنترون وإن شاء الله نتواصل معك بإذن الله جاهزي معنا تصال السلام عليكم عليكم السلام رحمة أم أيمان السلام عليكم أيو عليكم عليكم السلام عليكم إذا حضرتك يا شيخ يا مرحبا أم أيمان فضلت الله يخليك أنا كنت والله بأسأل على فوائد البنك شاتل سمارت إي حلال ولا مش حلال وبسأل إن أخويا كان عنده فشل وعمل زرع كلا بس اشتارى كلا يعني خد كلا من حتى بسلو وعمل عملياتها ده برضو حلال ولا حرام حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله أم أيمان شكرا ربنا يحفظك يا ربنا معنا تصال تالي طيب شكرا طيب حق إحنا بالنسبة أختينا نورة بالنسبة لصلة الرحم أم نورة بتقول إن هم أربع بلايات وإن هم الأهل ما بيسألوش هم ما بيسألوش هم مش طمعنين في سواب صلة الأرحام اطمعي أنت اطمعي في سواب الله سبحانه وتعالى وصلة الأرحام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صره أن ينسأ له في أثره ويبسط الله له في رزقه فليصل رحمه يعني اللي عايز رزقه يزيد ويبارك الله له فيه وعايز عمره يطول ويكون فيه بركة في عمره عليه بصرة الرحم هم ما بيسألوش أنتوا ورفعوا سماعة التلفون والتصلي كلموهم وخذوا الثواب العظيم بصرة الأرحام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك كربكم ويسر أمركم يا رب العالمين بالنسبة لكرمات الأولياء الولي زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة هو الذي الولي هو الذي قائم على طاعة الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العزة سبحانه في الحديث القدسي الذي قال فيه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب من عاد لي وليا حرب من الله سبحانه وتعالى للذين يحربون أولياء الله وكل أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون المقيم على طاعة الله المستقيم استقم كما أمرت ومن تاب معك استقم على طاعة الله سبحانه وتعالى هذه هي الولاية الحقة أن يكون الإنسان مستقيما على طاعة الله يعرض ما يفعله على الكتاب والسنة إذا كان موافقا لكتاب الله عز وجل وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ولي من أولياء الله الذي قال عنه رب العزة في حديثه القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه طريق الولاية فيه كلام كثير وهذا قليل من كثير أقول قولي هذا استغفروا الله العظيم لي ولكم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه القناة والقائمين عليها والقائمين على هذا البرنامج أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وارعاهم برعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر